موسيقى في بريتانيا الحمد لله فنستغيل هذه الفرسة للعلم الشيخ إن شاء الله فسأترجم فوريا للمتكلمين بالإنجليز والإنجليز والإنجليز جداً مع أود الشيخ الشيخ عبد الرشيد من الشيخ علي ويجب أن نتحدث معه في المدينة من الطريق نحن من طورنطا وكان من قطر نتحدث هنا في لندن فالسؤال الأول شيخ ما هي أسباب المعينة على حفظ القرآن ورد أشياء التي تساعد رسول الله على حفظ القرآن فلا تفضل نشكاً الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تعين الطالب لحفظ القرآن كثيرة المساعدين التي تساعد أشياء الرسول على حفظ القرآن الكثيراً لا نستطيع إحصاءها في هذه الكلمة لكن نشير إلى بعضها أهمها الإخلاص لله عز وجل ثانيها حب القرآن وثالثها كثرة الدعاء والإلحاح على الله أن يرزقك حفظ القرآن هذا ما يتعلق بالنظام الغيبي أما ما يتعلق بالنظام البشري فالجد والإجتهاد وأهم شيء تفريغ الوقت الكامل للقرآن يعني عندما تحفظ تبتعد عن كل وسائل الاتصال من تلفونات جيركسيات أيفونات إلى آخره وقت الحفظ يعني وكذلك كثرة من الأسباب كثرة التكرار كثرة التكرار أهم ما يحفظ الإنسان القرآن ولذلك الناس لا يخطأون في سورة الفاتحة وسور القصار يعني والسبب هو كثرة التكرار وكذلك من الأسباب الميسرة لحفظ القرآن أن تتخذ صحبة تتعاون مع بعض في حفظ القرآن مثل ما يسمى بالسبع مثل ما نسمى صبت يعني أن تقرأ آية ويقرأ زميلك آية وهكذا أو مثلا صفحة وهو صفحة وهكذا مثل أن تتقرأ بنا أو صفحة وهكذا تقرأ بنا أو صفحة وهكذا and you will read to him سؤال الثاني كيف تدرج تالب علم في علم التجويد يعني مع الكتب how does a student of knowledge go about studying تجويد meaning the books of تجويد there's two categories the practical one and the theoretical one the practical one is to learn from a teacher يعني يقرأ مع المدرس أو يقرأ على المدرس يكرر الكلمة لتجويدها ولأحكامها أمام مدرسه meaning that he recites with the teacher or he listens to the teacher and he repeats after him and this practical taking from the teacher it doesn't require for you to know the rules and the principles of تجويد ولذلك الأطفال الذين لا يعرفون الأحكام يحفظون بالتجويد that is why we see the children who don't know the rules and the principles of تجويد they recite by taking from the teacher أما الشق الآخر وهو الجانب النظري أو العلمي as for the theoretical part of it the best of it the points or the points which is mentioned the علم which is mentioned in points like تحفة الأطفال الجزرية جزرية وهكذا وما شابه ذلك and the likes of them هذا هو التدرج إن شاء الله تعالى إلى تعلم التجويد سؤال الثالي كيف يتدرج طالب علم في علوم القرآن how does a strength of knowledge go through the levels in what is called the sciences of the Qur'an هل من كتب معينان ومن كتب معينان يعني إذا انتهى إن شاء الله من علم التجويد ومن حفظ القرآن فعليه أن يتدرج في حفظ القراءات so when he finishes تجويد and memorizing the Qur'an he has to go through the قراءات the different types of recitation آنعم وهذا يتدرج من كتاب الشاطبية and this is from the book of الشاطب where it's called شاطبية he memorizes the poetry called شاطبية ثم يقرأ على الشيخ فيجمع القراءات أو يفردها so then he recites to a شيخ with all the recitations or each of them individually ومن علوم القرآن علم رسم المصحف and from the sciences of the Qur'an is to know the script of the Qur'an فيتعلم ويدرس مثلا النظم مثلا النظم الشاطبية أيضا في الرسم and also he studies like the poetry of شاطبية in the matters of writing the script of the Qur'an ومن علوم القرآن أيضا عدوا الآيات and from the sciences of the Qur'an is the accounting or accumulating the verses of the Qur'an له كذلك بعض المنظومات it has also some poeki-like texts ومنها نظمة الزهر للإمام الشاطبي and one of them is الزهر لإمام الشاطبي وهكذا يعني إن شاء الله وشيخ هل يدقل طالب في علوم القرآن قبل حفظ ولابد يقبل حفظ أولا لا التدرج حفظ القرآن أولا أسأل الشيخ وعندنا عشرين نفر أولا هل من آيات الشيخ أو آية التي تؤثر على الشيخ عبد الرشيد عندما يقرأ نحن عالم القرآن كلها ذكرى وموعدة بس هل في آيات تؤثر عليك الله مرزقنا التأثير إن شاء الله أنا أكثر شيء الآيات اللي فيها عظمة الله عز وجل تؤثر فيه هل الشيخ ورد ضاصي ضد القرآن which really affected all of the Qur'an affects the human being but one of the which really affected when he said mostly the which talk about the greatness of Allah وَالْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا أَلَاءُ اللَّهِ وَنِعَمُ وَمِنْ أَحَبِّ الْآيَاتِ عِنْدِي قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ سُرْجَعُونَ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ and from the ayat which are beloved to me is this verse in suratul asas which Allah says and to Allah belong the praises in the first and in the hereafter and we shall return to him this is the general meaning of the ayat and the ayat which says Allah it is he that is not true God but him he shall gather you in a day which has no doubt and who is bearish peace than Allah قال لي ولدي محمد my son محمد say to me ما رأيت أبي دمعت عينه عند آية إلا في قوله تعالى في شورة النساء وأنا صغير يقول يعني أنا لا أعرف لكن هو يقول وأنا صغير أنت قرأت قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل شو أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فيذكر ولدي محمد يقول يعني أنا رأيثك بكيتها هنا أنا لا أذكر ولكن هذه الآية أيضا من الآيات التي تؤثر ومعناها لكل من فهم يتأثر الtrl theseyak says my sonَاعد لحمد he said to me once I have never seen my father meaning the Shaykh cry like when he recited the verse in Surah Al-Nisa when Allah says that means it is not really a wishful thinking or the wishful thinking of the Ahl-Kdar the people of the book whoever does evil whoever does good will be rewarded for it and whoever does evil will be punished for it the Shaykh says I don't recall that but he says هذا هو الوقت الذي يرى مكتباً والشيخ قال أين يتحرك هذا القرآن يتعلم أنه سبب مثل الدكتور الذي كان معنا في المروي الدكتور المطيري ودكتور ناصر العمر في السعودية المهم هناك الآن في جمعية تعنى بتدبر القرآن ولهم مصنفات كثيرة يعني أي واحد يدخل في النت ويدخل تدبر القرآن لازم تظهر له يعني مؤلفات هؤلاء العلماء واجتهاداتهم فإن شاء الله الذي يريد تدبر يدخل في موقعهم ويجد فيها مصنفات كثيرة بإذن الله أسأل الشيخ وضيح في السعودية ولو كان محاضرة بلغة سومالية بس أنا كنت تابع يعني ولم أطمم بس فهمت إن وضوي تدبر إذن الله إذن الله إذن الله لقد قلت لغة سومالية وكذلك وقلت لغة سومالية إن شاء الله سوف أتعلم لغة سومالية بإذن الله بإذن الله وإذن الله ونأتعلم سوني تصمي حلال أنا أكلم شخص لحربي الشيخ يقول لن اتقل لندن ويسجل عليك هذا الشيخ الشيخ يسألني هذا المترجم الشيخ يقول انا أتقل مع المترجم عن المترجم عن المترجم عن المترجم عن القرآن هل هناك أي الكتابين يساعدون بالتأكيد؟ هناك أي جمعية مثل الإجتماعية التي تتعلم عن هذه المترجم لديك الكتابات على هذا المترجم من المترجم للأسفل انا نعم نعم تدبر القرآن اسمه كذا ازاكم الله خير بارك الله نحن نتمنى ان شاء الله نستمر في Toronto ان شاء الله ان شاء الله ازاكم الله خير يا مرحبا بكم